السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في تتمة دروس مادة التربية على المواطنة للسانة الثالثة إعداد ودرس المغرب حوار الأديان والسلم العالمي كتذكير تعرفنا في الحصة السابقة على المرجعيات التي تبناها المغرب في مبدأ الحوار بين الأديان والتي ركزنا على أنها مرجعية دينية وسياسية ومرجعية دستورية كما تعرفنا مواقف المغرب في مجال الحوار بين الأديان أما خلال هذه الحصة فسنتعرف النشاط تعلمي الثاني والذي يبين مواقف ومساهمات المغرب من أجل نشر السلم في العالم بداية نأخذ تعريف السلم فالسلم أعزائي هو الحوار والتفاهم والتعايش بين الحضارات وهو عكس الحرب كما سوف نتعرف على المرجعيات التي تبناها المغرب من أجل نشر السلم في العالم وأيضا بعض مساهمات المغرب من أجل نشر السلم في العالم وفي البداية نأخذ الوثيقة أمامكم يقول الله تعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صورة البقرة الآية 208 إذن أعزائي التلاميذ فالنص أمامنا يبين أن الله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين بأن يدخلوا في السلم وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان لأن من اتخذ الحرب مبدأا فكأنه اتبع خطوات الشيطان وبالتالي هنا نستنتج المرجعية التي تحدث عنها النص أو المرجعي التي ننسب لها النص فهي مرجعية دينية وننتقل الآن إلى الوثيقة الثانية أمامكم مقتطف من دستور المملكة لسنة 2011 فبالنسبة للمقرر يوجد مقتطف أو مادة من دستور المملكة لسنة 1996 فهما من طبيعة الحال يؤكدان معا سواء دستور المملكة المملكة المغربية على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم وبالتالي هنا فأكيد أنه عرفتم المرجعية التي نتحدث عنها إذن فهي مرجعية قانونية أو نسميها مرجعية دستورية إذن فالمغرب صار على نهج السلم منذ حصوله على الاستقلال وهذا ما سوف يتضح لنا من خلال الوثيقتين ثلاثة وأربعة نبدأ بداية بالوثيقة ثلاثة صفحة مئتان واثنان وهي عبارة عن خطاب للمرحوم الملك الحسن الثاني رحمه الله للأمم المتحدة سنة 1995 والتي أكد فيها على ضرورة تشبت بالتعايش السلمي كما أكد على أن أو ربط مبدأ السلم بالتعايش وتجدون مصطلح التعايش أسفل الصفحة كما أريد هنا أن أذكركم بأن جلالة الملك الحسن الثاني يؤكد ميوله على السلم من خلال قيامه بالمسيرة الخضراء التي استرجع على إطرها المغرب سنة 1995 مجموعة من الأقاليم الصحراوية التي كانت تحت قبضة الاحتلال الإسباني كما أنه من خلال الوثيقة أربعة وصورة جلالة الملك بهيئة الأمم المتحدة يلقي خطابا تأكيدا من ملوك الدولة على التزامهم بمقرارات هذه الهيئة هذه الهيئة التي تعرفتم عليها في درس الحرب العالمية الثانية والتي تأسست سنة 1945 إذن فارجعوا إلى مصطلح في درس التاريخ الحرب العالمية الثانية وبالتالي نستنتج من الوثيقتين معا أن المرجعية الأخرى التي يعتمد عليها المغرب من أجل نشر السلم في العالم هي مرجعية سياسية يؤكدها ملوكها والآن ننتقل إلى أهم نقطة في هذا المحور وهي مواقف ومساهمات المغرب من أجل نشر السلم في العالم إذن فأخذوا معي الوثيقة 2 صفحة 202 وهي عبارة عن خط زمني لاحظوا أنه يلخص بعض مواقف المغرب أو مساهماته في مختلف بؤر العالم نبدأ بسنة 1977 حيث أرسل المغرب تجريدة مغربية إلى زير لتحرير شابة هنا تجريدة نقصد بها فرقة عسكرية زير حاليا هي الكونغو الديمقراطية إذن أرسل فرقة عسكرية للمساهمة في هذه البؤرة كما ساهم سنة 1988 في الوساطة أو المصالحة بين بلجيكا وزير أيضا سنة 1996 إرسال جريدة مغربية إلى البوسنة تتذكرون معي أعزائي تلاميذ منطقات البوسنة أو منطقات البلقان التي تعرفنا عليها في الحرب العالمية الأولى والصراع الديني هناك بمنطقات البلقان إذن هنا تدخل المغرب سنة 1996 في إرسال جريدة إلى منطقات البوسنة أيضا سنة 1999 إرسال بعت طبية إلى كوسوفو إذن فلاحظوا أن المغرب يساهم في بؤر الحرب وأيضا يساهم أيضا في المناطق التي تكون فيها جمعة من الكوارث كالفيضانات الزلازل إلى غير ذلك ثم سنة 2004 كانت مساهمة المغرب في إرسال السلم في كوديفور وهايتي جزيرة هايتي كما ساهم سنة 2013 في إرسال جريدة مغربية إلى إفريقيا الوسطى إذن نستنتج من هنا أن المغرب كانت لديه مواقف واضحة من أجل التدخل على المستوى الدولي والتضامن أو ما يسمى في هيئة الأمم المتحدة بواجب التضامن الدولي وذلك عن طريق إرسال مجموعة متجريدات من أفراد القوات المسلحة الملكية إلى مجموعة من مناطق العالم وبعد اكتشافكم لمواقف المغرب ومساهمته من أجل نشر السلم في العالم ننتقل إلى مرحلة ترد الفعل والفعل كما تعودنا ذلك في مادة التربية المواطنة من خلال إنجازكم لمجمعه من الأنشطة حول دور المغرب في تفعيل الحوار بين الأديان ونشر السلم في العالم إذن فأنتم مطالبون بالرجوع للمحورين معا إما اختيار المحور الأول الذي قمنا في الحصة السابقة أو المحور الأول وبالضبط أيضا تركيز في كل محور على نقطة معينة يعني بالنسبة لموضوع العرض إذن هذا يأخذني إلى أول خطوة العرض فأول خطوة هي تحديد موضوع العرض هذا الموضوع كما قلت لكم يجب أن ترجعوا إلى أحد المحورين وكما يجب أن تختاروا يعني الاختيار لكم في الموضوع في نقطة معينة من كل نشاط فمثلا يمكن أن تأخذوا يعني أنشطة قامة بها المغرب لهي نعايشها كمثلا مساهمته في المستشفى العسكري بمنطقة غزة أو المستشفى العسكري أيضا للاجئين سوريين وهكذا ويمكن أن تأخذوا مثلا منطقة إفريقيا الوسطى موضوع منطقة إفريقيا الوسطى ومساهمته في إرسال مجموعة جريدات العسكرية بهذه المنطقة وهكذا هذا بالنسبة لاختيار الموضوع بعد أن تختاروا الموضوع تنتقلون إلى البحث عن وطائق مرتبطة بالموضوع الذي اخترتهم وهنا لا شك أنكم سوف تأخذون أو تعتمدون على الشبكة العنكبوتية باعتبار أننا في مرحلة الحجر الصحي إذن سوف تعتمدون على الشبكة العنكبوتية أو على خزاناتكم الخاصة بعض الكتب أو الجرائد التي تتحدثوا عن إحدى هذه المواضيع ثم بعد أخذيكم لهذه البوابات الإلكترونية أو مشابه فستنتقلوا لمرحلة الثالثة وهي معالجة هذه المعطايات كما نقوم بذلك دائما في القسم من خلال الأمثلة يعني تحللون المعطايات وتقارنونها من حيث السنوات من حيث المضامين وتستنتجون تعلمون التحليل وأيضا إعطاء الرأي والبرهان ثم قبل الأخير تنجزون العرض هذا الإنجاز يكون بذكر محاور الكبرى وأيضا المحاور المرتبطة على شكل مقدمة عرض خاتم إذن لأن هذا موضوع عرض مقدمة عرض خاتمة ومطبعها المقدمة يجب أن تتضمن إشكاليات التي سوف تحدثون عنها بالنسبة للعرض زائد الأسلوب وأخيرا تقديم العرض هنا ضروري نذكركم بما أننا لن نكون داخل الفصل خلال هذه الفترة وبالتالي تقدمونه أمام زملائكم كما اعتدنا على ذلك فسوف تقدموا لي على شكل باور بوينت هذا الباور بوينت يجب أن تتضمن الواجهة الصورة الأولى الواجهة يعني اسمك والمؤسسة وأيضا المديرية الإقليمية وترسلوا لي إلى الخاص من طبيعة الحال كي أصحح لكم كل ما جاء في هذا العرض وبعد أن تعرفنا خطوات إنجاز عرض حول موضوعي الحوار بين الأديان أو مساهمات المغرب في نشر السلم العالمي ننتقل الآن إلى إنجاز ملسق فكلكم تعرفون الملسق ودلالته فالملسق عبارة عن صورة معبرة هذه الصورة تتضمن شعارا يكون مفسرا للصورة أو للرسم الذي تدونه على الورقة إذا كنت قد قدمت لكم نموذج السلم في العرض أعطيتكم مثال لهذا الموضوع الذي ركزت على السلم فيمكن هنا أن أخذ في الخطوة الأولى اختيار موضوع الملسق يمكن أن أركز على المغرب وحوار الأديان فمثلا تأخذون أو تقومون برسم استقبال جلالة المالك للبابا والفاتيكان أو يعني تطبقوا إبداعاتكم في هذه الملسقات إذا الاختيار لكم أو رسمة الجريدة عسكروية تشاركوا في الحمالات أو في هذه البؤر التي تتحدثنا عنها في الأمثلة إلى غير ذلك إذا فأول شيء في الملسق هو أن تختار موضوع هذا الملسق بعد أن تختار موضوع الملسق تختار محتوى الملسق يعني الفكرة التي يعبر عنها موضوع الملسق فالفكرة لأن الملسق يكون فيها كما قلت لكم عنصرين تكون فيها القيمة الجمالية والوظيفية الجمالية هي من ناحية الشكل والوظيفية هي من ناحية الفكرة التي تعبر عن ذلك الملسق وعلاقتها بذلك الرسم أو الصورة المدرجة ضمن الملسق بعد اختيار الملسق أو محتوى الملسق تختارون مقاس الملسق وهذا له حرية لكن ترية عفوا في هذا الاختيار حسب مكان العرب من طبيعة الحال متوما رغبتكم معير بتصوير ريتما نلتقي إن شاء الله في الفصول الدراسية بعد مرور إن شاء الله هذه الفترة بعد ذلك تختارون وتقومون بإعداد الأدوات هذا أشياء واضحة ورق مقوى أقلام إلى غير ذلك ثم تنجزون الملسق طبيعة الحال وأخيرا عرض الملسق هنا في الملسق كما نأكد لكم عوضة أن نعرضه أمام رفاقنا سوف نعرضه يعني بالنسبة سوف ترسلونه للخاص وسوف أناقش معكم إن شاء الله فردا فردا هذه الخطوة بالنسبة لهذه الأعمال التطبيقية فأنا أمنحكم مدة أسبوع لإنجاز هذه الأعمال أو أسبوع ونصف وأنا في انتظار أعمالكم الآن ننتقل إلى التقويم الإجمالي أجب الأسئلة التالية أولا نحدد مرجعيات المغرب سواء في حوار الأديان أو مساهمتي في نشر السلم العالمي ذائد أذكر بعض مساهمات المغرب في نشر السلم في العالم كما أشير هنا إلى أن بعض المصطلحات وبعض المعلومات أيضا الإضافية سوف تجدونها في أسبوع الدعم الذي نفسد العمل عليه إن شاء الله والآن كخاتمة للدرس فيعتبر حوار الأديان والسلم العالمي أحد أبرز مظاهر تقدم المجتمعات وأكثر ضامن لاستمرار الأمن والسلم في العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة